خلال فعاليات الويبنار العلمي الافتراضي للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا والأطباء المختصون حذر المشاركون من الإفراط في تناول المضادات الحيوية في العلاج وبخاصة في علاج فيروس كورونا وبضرورة الاستخدام الأمثل لها في العلاج لما تسببه من مضاعفات كبيرة على المرضى وبخاصة لحالة الطوارئ والعناية المركزة التعامل الأمثل في مواجهة فيروس كورونا من خلال البرتقلات العلاجية المستخدمة وعدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية للعلاج رسائل مهمة ومولحة حملها أفضل لجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا والأطباء المختصون من خلال الويبنار العلمي حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في العلاج من الأمراض وبخاصة علاج فيروس كورونا لازم نعرف نسوء استخدام مضادات الحيوية دي هيؤدي إلى زهور مكروبات أخرى ومكروبات تقليدية لكن مقاومة للمضادات الحيوية وعشان ده محصلش لازم يكون في أساس علمي لكل مضادات الحيوية بكتر المضادات الحيوية اللي كانت منصوصة داخل البرتقل المصري لم تكن تستخدم كمضادات حيوية كانت تستخدم كمحافزات المناعة فليس كل أنواع مضادات الحيوية ينفع تستخدم في ملاد الكورونا إذا لم يكن هناك أصار للتهاب بكتيري موجود لأن سوء استخدام مضادات الحيوية يؤدي إلى ناقص في المناعة وزيادة في عادة المرضى المتوكول لم يحصف منه أدوية لكن تم تضافة الأدوية تحسن من أعراض وشدة الأعراض عند المرضى وإن شاء الله ده يعنعكس على قلة الوفيات بإذن الله تعالى فيه الخفاض ملحوظ وواضح جدا في الأعداد نسبة الإشغال داخل مستشفاتنا في أسرة الحجر العادية والرعاية المركزة ومرضى الرعاية المركزة على جهاز تنفي الصناعي إحنا الأعداد بتاعتنا بتقيل جدا ابتدنا نصل إلى تواجد 30% وأقل من 40% في أسرة الرعاية المركزة 25% منهم بيبوا على جهاز تنفي الصناعي الأمور نحن في انحضار أتمنى إن شاء الله المرجح المكلمة حضرتك تكون الجائحة دي انتهت والعداد بقت معدودة أقلا وآخر كما تم خلال الوبنار العلمي الكشف عن تأثير المضادات الحيوية السلبي في الحالات المصابة وبخاصة حالات الطوارئ والعناية المركزة والمضاعفات التي تحدثها المضادات الحيوية للمرضى الدعوة الرئيسية إلى عدم استخدام المضادات الحيوية إلا إذا كان هناك عدوى بكتيرية سانوية وبالتالي الكورونا كمرض فيروسي هي تعالج بمضادات الفيروسات التي لا يوجد منها حتى الآن ما هو فاعل بنسبة 100% ضد الكورونا أما المضادات الحيوية فلا ينبغي استخدامها إلا في حالة التأكد من الإصابة بعدوى بكتيرية سانوية طيب نعرف إزاي إن فيه عدوى بكتيرية سانوية يكون فيه تغيرات في الإشاعة بنسبة ما مقداره 50% في الإشاعة المقطعية على مدار أقل من 48 ساعة أو عودة ظهور الحرارة بعد اختفاءها أو قياس مستوى معين لمادة اسمها برو كالسيتونين لو لقناها عالية ده معناه إن فيه التأكد بكتيرية سانوية أو إياس عدد خلايا الدم البيضاء ووجودها مرتفع مع وجود بعض الأجسام السامة ده دليل على إن فيه عندي عدوى بكتيرية سانوية ومن هنا يبقى يأتي استخدام المضاد الحيوي على حسب درجة الإصابة إذا كانت درجة الإصابة بسيطة بنكتفي بمضاد حيوائد أو إذا كانت درجة الإصابة عنيفة بنكتفي بمضادات حيوية واحد منهم يكون حؤن والتاني أقراص أو الاتنين يكون حؤن على حسب درجة خطورة الحال جهود الدولة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا بشكل مثالي ووعي المعاطنين بخطورة المرض نعجزت بشكل إيجابي في غفض عدد الحالات والوفيات بالمرض بما يؤكد أننا قادرون على مواجهة الفيروس بشكل واقعي محمد حلمي التلفزيون النصري